طبعاً صوت يعلو فوق صوت القمة الأهل والزمالك يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الساعة الثامنة دائماً وأبداً مباريات الأهل والزمالك بتكون مباريات قمة حتى لو في النشئين والأشبال وإن شاء الله قريباً هنزع لكم أيضاً برضو مرات القمة بين الأهل والزمالك ودائماً بتحظى بمشاهدة متتابعة كبيرة من كل عشاق كرة القدم سواء في مصر أو في أفريقيا أو الوطن العربي أو في العالم أجمع الأهل والزمالك من أهم الدربيات الموجودة في العالم دائماً مباريات الأهل والزمالك بتكون مولد لنجوم كتير شفنا خلال السنين السابقة لعيبة بدأت تظهر وبدأت الجماهير تعرفها وبدأت تعلم مع الجمهور من خلال مباريات الأهل والزمالك اللي بيحرز هذا في مباريات الأهل والزمالك وخاصةً لما المباريات بتكون مثيرة وبتكون يعني فيها أهداف دايماً بتكون عالقة في أذهان الجمهور شفنا قبل كده مباراة ستة واحد مباراة أربعة تلاتة أربعة اتنين في السبعينات فدايماً في مباراة أهل والزمالك عالقة في أذهان الجمهور قبل ما نتكلم عن مباراة الأهل والزمالك لازم نتكلم السنة عن شكل الدور العام مسابقة الدور العام السنة دي من أفضل مسابقة اللي احنا يعني نقدر نقول شفناها خلال عشرين سنة سابقة فيه نظام ابتدى من أول المسابقة فيه ربطة أندية محترفة بنشيد لها وبنقدم لها كل التحية على المجهود الكبير اللي اتحط من أول نظام المسابقة بنشوف مباريات أولاً مباريات فنية لأعلى مستوى بنشوف معظم المباريات أو كل المباريات فيها أهداف فالنهارده احنا بنتكلم عن مسابقة قوية وإحنا شايفين دلوقتي أهل وزمالك المباريات السابقة لازم أقف على لقطة الجمهور جمهور كرة القدم اللي احنا بنشيد بالربطة اللي حط أول حاجة في النظام الجديد لما بنشوف ألف من هنا وألف من هنا وإنت النهارده كان مشجع لكرة القدم وإنت قاعد في البيت وبتسمع صوت الجمهور الألف والألف بتحس النهارده أن كرة القدم المصرية رجع التاني على الطريق الصحيح إن شاء الله خلال الفترة القادمة والشهور القليلة القادمة نشوف الأعداد دي تدازايد أكيد الأهل والزمالك وحضور الألف والألف من هنا هيكون لها رونة كلها حلوة تانية دي مباراة أهل والزمالك أربعة وثلاثة اللي أحرزت بها هدفين كان الهدف الثالث والرابع وهيكون ضيف النهارده أحمد صديق لأعمال الهدف الرابع وهنتكلم أكيد عن مباراة الأهل والزمالك باستفادة حال الفرقتين قبل دخول القمة يوم الجمعة القادمة الأهل عنده ست نقاط من ماتشين وأيضا الزمالك عنده ست نقاط من ماتشين مش حابب النغمة اللي بتتصدر من أول الأسبوع فيه المسابقة وبتقال أصل الزمالك ممنوع من القيد فترتين أصل الزمالك ناقص عمليا الزمالك مش ناقص الزمالك مكتمل اللاعبين تلات لعبين اللي كانوا هيتم قيدهم في بداية الموسم مش لعبة مؤثرة بالنسبة لنات الزمالك وعمرهم ما يكونوا لعبة أساسية اللعبة الأساسية موجودة علشان كده مباراة القمة يوم الجمعة القادمة هتكون مباراة فيها ندية كبيرة مباراة مهمة جدا للفرقتين حتى وإن المباراة هتكون في الأسبوع الثالث دايما كنا معتدين نشوف مباراة الأهل الزمالك متأخرة شوية في نهاية الدور الأول ونهاية الدور الثاني السنة دي جاية فيه عمر المسابقة فيه الأسبوع الثالث هتكون أيضا مباراة مهمة النادي الأهل النهاردة لعب مباراة والدية أمام المرج انتهت بفوز الأهل اتنين واحد الهدف من المباراة تجهيز اللاعبين أو العناصر اللي ما كانتش بتشارك خلال الفترة السابقة علشان كل اللعبة تكون جاهزة للقاء القمة كل الأوراق تكون موجودة أمام مستر مسماني اللي منتمناله إن شاء الله كل التوفيق في هذه المباراة سواء في التشكيلة الأساسية لحطة أو التغييرات مهم جدا في ليلة مباراة القمة الأهلي والزمالك حالة لعبة نادي الأهلي مش شرط إنك تكون ماشي خلال الفترة السابقة بشكل جيد أو بتكسب إنك تيجي يقول ليلة المباراة دي لأ ليلة المباراة دي لها مقاييس مختلفة شوية حالة اللعيب يوم المباراة أهم من ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى بلغة الكرة إن الكرة تكون ماشية معاك حالة الفرقتين برضو أنا بتكلم إن الأهلي كسب ست نقاط الزمالك كسب ست نقاط في الماتشين الأهلي خرج نظيف الشباك وأيضا الزمالك خرج نظيف الشباك الأهلي في المباراة القولة حسب له ركل الجزاء الزمالك في الماتشين اتحسب له ركلتين جزاء ولازم أقف هنا ونحط علامات استفهام عند ركلتين جزاء الركلة الأولى ما كانتش صحيحة أمام إنبي وكانت بشهادة كل الحكام الركلة التانية اللي شفناها فيها المباراة السابقة النادي الزمالك أيضا كان عليها علامات استفهام علشان من هنا بقول للتحكيم المصري اللي هيدير هذا اللقاء شفنا السنة اللي فاتت كابتن محمود البنة أدار المباراة الأولى وأشاد بيه كل الناس بالتحكيم المصري المباراة التانية الكابتن أمير أمين عمر اللي انتهت بتعادل النادي الأهلي والنادي الأهلي تظلم وكان ليه ركلت جزاء في هذه المباراة بالرغم من وجود الفار فاحنا هنا بنأكد مباراة يوم الجمعة هتكون بتحكيم مصري أتمنى أتمنى التوفيق للطاقم المصري زي ما احنا بنقول النهاردة بنتمنى القمة بين الأهلي والزمالك تخرج بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية الشكل اللي بتابعه كله عشاك الكرة المصرية وفي أفريقيا وفي العرب وفي العالم كله أتمنى على المستوى التحكيمي أيضا تليق بمباراة الأهلي والزمالك ترجمة نانسي قنقر